بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب وطلبات التعليم الفن الصناعي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية في التلفزيون المصري حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الأول السانو الصناعي هنشتغل مع بعض جدارات الصف الأول تكنجية تبريد وتكيف هنشتغل مع بعض تبريد وتكيف في البداية هنحب نعرف جدارات وإيه الفرق بينها وبين التعليم العام احنا كنا قبل كده شغالين تقليق التعليم العام كان عبارة عن مثلا مواد التخصص بتبع تقريبا خمس مواد تخصص بتم تقسيمها نص في الترم الأولاني ونص في الترم الثاني باجي أنا في الترم الأولاني بذاكر أنا المواد وباجي في نهاية الترم مثلا بعد ثلاث شهور بمتحن في المواد ديت سواء جبتي مجموع كبير أو مجموع صغير ما بفرقش باجي بعد كده أخش الترم الثاني بذاكر فيه وبمتحن فيه موضوع الجدرات مختلف تماما عن الموضوع ده خالص هو طبعا فيه فايدة كبيرة جدا للطالب وهنقول ليه موضوع الجدرات بيبعوا عبارة عن مثلا في الصف الأول عندي سبع وحدات سبع وحدات طبعا بخضهم step by step بخضهم خطوة خطوة بخضهم وحدة وحدة بخلص الوحدة ديت بخش في الوحدة دره طب نعرف الموضوع ده إزاي أنا عندي هنا في الصف الأول تبدو تكييف سبع وحدات عندي أول وحدة اللي هي الأمن الصناعي بس دي مختلفة شوية اللي دي بشتغل فيها السنة كلها أما عندي تاني مادة اللي هي الرسم الفني برضو بشتغل فيها السنة كلها بعد كده عندي خمس وحدات ببتدي أشتغل وحدة بعد كده وحدة بعد كده وحدة طيب إيه الفرق أو إيه النظام بيمشي إزاي؟ النظام أكد أنا مثلا مراكب قطر بشتغل أو ببتدي من محطة لحد آخر محطة بأخذ محطة في التانية في التالتة في الربع ما ينفعش أروح المحطة التالتة قبل ما عد على المحطة التانية هو ده نظام الجدرات بأخذها وحدة وحدة أشتغل في الوحدة بعد كده بيبتدي طاكيمي وبعد كده بأخش في الوحدة الوراه لحد بوصل لنهاية المطاف لآخر محطة اللي هي الدبلوم وبأخذ الشهادة بتاعتي طب الموضوع ده مفيد للطالب هو مفيد جدا لينا مفيد إزاي؟ اللي أنا دلوقتي أنا بشتغل مثلا الوحدة بشتغل فيها مثلا شهر شهرين وبالتالي بقدر أستوعبها بفهمها وابتدي طاكيمي عليها بخلص الوحدة بخش في الوحدة اللي بعد كده طبعا موضوع مفيد جدا للطالب وهنستمتع به مع بعض زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة أنا عندي سبع وحدات الوحدة الأولى وهي وحدة الأمن والسلامة دي يتشغل معايا طول السنة فيها جزء نظري وفيها جزء بأخذه في العملي عندي بعد كده مادة الرسم الهندسي عندي معايا طول السنة طول ما أنا شغال في الوحدات أنا شغال رسم وشغال أمن صنوعي طبعا نيجي بعد كده في خمس وحدات هبتدي فيهم من أول العام الدراسي لحد نهاية العام الدراسي بس بخدهم بالترتيب وحدة وراء الثانية وراء الثالثة وراء الحد ماوصل لخمس وحدات وبتدي تقيمي على كل وحدة كل ما بنجح في وحدة أو بينجي تمام الوحدة بخش على الوحدة اللي بعد كده طب نيجي مع بعض نشوف إيه الوحدات اللي احنا هدرسة مع بعض عندي في البداية عندي وحدة الأمن الصناعي دي أنا بشتغل فيها من أول السنة زي ما احنا شايفين بشتغل فيها من 19 لحد 12 خمس يعني العام الدراسي كل نفس الكلام في الرسم الفني بشتغله العام كل بعد كده اجي على الوحدة التالتة اللي هي وحدة اسمها تشكيل الصاج وتوصيله تيه طبعا باخدها من أول السنة لحد شهر 11 طبعا احنا في الوقت اللي احنا شغالين دلوقتي احنا خلصنا الوحدة التالتة واحنا موجودين في الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة اللي هي عملية تشكيل المواصير والحم ودي وحدة ممتازة جدا وفيها مادة علمية مفيدة جدا هندرسها مع بعض عندي بعد كده الوحدة الخمسة اللي هي التوصيلات والدوائر الكهربية الوحدة الستة سيانة وإصلاح الدوائر الكهربية الوحدة الأخيرة الوحدة السبعة سيانة وإصلاح الدوائر الميكينيكية نيجي مع بعض ونشتغل الوحدة الرابعة عملية تشكيل المواسير والحمها موضوع بسيط جدا تقريبا عدد الأسابيع اللي أنا هشتغل فيها ستة أسابيع فيها أربع مخرجات المخرج الأولاني اللي هو اختيار مواصفات المواسير هندرس مع بعض المواسير وخلي بالنا إن في الجزء ده عندنا تمرين حاسا نشتغل عليه في العمل تاني مخرج عندي تشكيل المواسير بأنواحها المختلفة تالت مخرج توصيل المواسير بأنواحها المختلفة رابع مخرج اللي هو تقييم أداء الخاص وخطط لتحسين طبعا عندنا هنا الفترة الزمنية اللي احنا نشتغل عليها عندي زي ما احنا شفنا عندي هنا المخرج الأولاني بيبقى لي مرفق أنا هشتغل عليه عند المخرج التاني في مرفق هسلمه عند المخرج التالت عندي مرفق رقم ثلاثة ومرفق رقم أربعة عند المخرج الرابع بيبقى في مرفق خمسة وستة المخرج الخمسة ده بيبقى عبارة عن اختبار شفوي واختبار تحرير نجي مع بعض نمسك المخرج رقم واحد اللي هو اختيار مواصفات المواسير اختيار مواصفات المواسير هادرس فيه أربع نقاط مهمين جدا النقاط دي أنواع وخواص المواسير المستخدمة في مجال التبريد والتكييف طرق تشكيل المواسير تمرين التمييز بين أنواع ومواصفات المواسير بعد كده عندي تجربة هشتغل عليها تحديد كسافة مواسير حديد أو سواء كانت نحاس أو ألموني نجي في البداية تستخدم مواسير النحاس بكسرة في دوائر التبريد والتكييف ليه دوائر التبريد والتكييف؟ بس استخدم فيها مواسير النحاس تستخدم مواسير النحاس في دوائر التبريد والتكييف بسبب إيه هي بقى الأسباب دي؟ عندي أول حاجة لجودتها، رخص سمنها، سهولة تشكيلها، اختلاف أكترها، عندي لها أكتر كتير فبالسهل علي وجودها في داير التبريد، تبادل حراري الجيد عدم تفاعلها مع مركبات التبريد طبعا موضوع مواصر النحاس ده موضوع أساسي في داير التبريد والتكييف احنا طبعا عارفين أن أي داير التبريد أو أي داير التكييف تتركي من أربع أجزاء أساسية عندي ضاغط وعندي الكوندينسر وعندي كسبانشن فالف وعندي الإيفوبراتر اللي بيربط الأربع أجزاء ده ببعض، اللي هي مواصر النحاس طبعا ليه احنا قلنا النحاس؟ لأحنا عندي إذا قلت لك ليه لحاجات كتير عندي جودتها وعندي رخص سمنها وسهولة تشكيلها احنا عندنا في الدايرة المواصر بيبقى فيها أكواع وبتلف وبتروح وتيجي فلازم أجيب حاجة سهلة التشكيل وكمان لازم يكون التبادل الحراري بتاعها جيد التبريد والتكييف بματα يعتمد على انتقال الحرارة عامل أساسي اللي على أساسه بيعمل التبريد والتكييف أنا عايز انتقال حرارة بيبقى عالي وبالتالي لازم أستخدم مواصير يبقى فيها التبادل الحراري بتاعي علي جدا زي النحاس والألمونيوم بس طبعا أنا بشتغل نحاس عشان طبعا عندي الضغط وتبقى عليا شوي طبعا بستخدم الألمونيوم طبعا مثلا لو في التلاجات مثلا الأديمة مثلا احنا شايفين في الفريزر بيتم تصنيع الإفابوريتور أو المبخر من الألمونيوم بعد كده المعدن اللي بيعديها على طول النحاس طبعا أكترها مختلفة وهناخدها مع بعض أكتر أو المواسير المستخدمة للنحاس في مجال التابع والتكيف بيتم تصنفها الحاجتين أول حاجة للصمك والمرونة طبعا الصمك بيبقى عندي مواسير كتير بصمك كذا وكذا وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي تاني حاجة وفقا للمرونة للمرونة دي عندي منها حاجتين نوع طري اللي هو بقول علي صفت وعند النوع الناشف أو جامد بقول علي هارد ايه هو النوع الصفت بيبقى سهل التشكيل غالبا بدون معاملة حرارية ولا يحتاج لوصالات جهزة يفضل في الخطوط القصيرة والمتوسطة والملفات وتصنع على شكل لفاف طب ايه بقى الهارد اكيد هو مواسير ناشفة لا يشكل الى بعد المعاملة الحرارية ويحتاج لوصالات جهزة مثل حرف ت ويفضل في خطوط الطويلة وهي صعبة الثاني ومستقيمة الشكل يعني انا لو عايز مواسير سهل انا قدر اشكلها ولفها والكلام دي وانا باخد اللي هي الصفت اللي هي ايه مواسير الطريق نجبص مع بعض كده انواع المواسير النحاس المستخدمة في مجال التبريد والتكيف طبعا هنا بيختلف مع اساس ايه مقصات النحاس الإحمر المصحوب على الناشف اللي هو بقى اللي هي الناشفة اللي هي الانبيب الصلب عند الاقطار بتاعتها ايه والي السمك بتاعتها اهو الاقطار طيب بالنسبة بقى للنحاس اللي هو الطريق عند الاقطار بتاعته وعند السمك بتاعي عندي هنا 0-30 0-30 0-32 0-32 0-35 اللي حقادي 0-55 بالبوصة يعني 55 من 1000 بوصة ده السمك شوف كده المقاسات مع بعض المقاسات من الموسير أو أشهر المقاسات المستخدمة في التبريد والتكيف مصورة نحاس مصبوصة ربع تلت اربع تم تلت اثمان خمس اثمان تلات على ستاشر خمسة على ستاشر سبعة على ستاشر سمك أو الأكتار الموسير المشهورة في مجال التبريد والتكيف عندي بعد كده عندي طريقة فحص الموسير عايز اعمل فحص الموسير الكلام ده بيتم ازاي؟ لنهات بتأكد من عدم موجود خن أو تسريب أو كسر في الموسير الكلام ده هندرسه مع بعض التأكد من عدم احتكاك موسير معضاها ببعض طرق استبدال الموسير عشان استبدل المصورة مكان مصورة بيتم فصل الوحدة عن العمل تخزين أو تفريغ مركب التبريد عن الوحدة قص أو فك المصورة التالفة تركيب المصورة الجديدة عمل فحص واختبار التسريب عمل تفريغ للوحدة عمل شحن الوحدة تشغيل الدائرة ده الكلام ده لو انا عايز استبدل المصورة مكان مصورة فعنده هنا الخطوات اللي انا بشتغل عليها طرق تشكيل الموسير موضوع ده مهم جدا بقى ده بقى ايه؟ بنغضوه في العملي وبنشتغل عليه اول حاجة طريقة فرد الموسير موسير النحاس بيجينا بالشكل الملفوف بالطريقة دي بحتاج اول حاجة عملها اللي انا عمل لها عملية فرد عشان بعد كده بقى اعمل عمليات اللي انا محتاجها اعمل عملية قطع اعمل تكويع اعمل كل حاجة قادر اعملها عليها اول حاجة بعملها اللي هي عملية الفرد وكلام ده بيتم اللي انا بفردها على كتلة خشبية او على تازجة وبعد كده بعدلها وبابتدي اشتغل عليها الطرق التشكيل زي ايه؟ طرق قطع الموسير ده عن طريق سكينة قطع وبابتدي اشتغل عليها دي طرق تشكيل الموسير ايه تاني؟ طريق تسني الموسير انا بحتاج لمسلا لانا اعمل تاني للمسورة اول حاجة عندي طريقتين لما عن طريق تانية وكلنا عارفين الكلام دو توبقى عندي هنا تجويف بكذا كتر وبابدأ احط المسورة بالكتر المناسب لانا عايزه وبعد كده ابدأ اعمل عملية التاني او هنا باستخدم هنا زي ياي وبحط في المسورة وبابدأ اعمل عملية التانية طبعا انا وجدتها نتهى بايدي بالطريقة العادية خالص هيحصل عملية ايه؟ تانية للمسورة هنا هوت وتتخفص معايا طرق توسيع موسير النحاس اعايز اعمل توسيع لمسورة عشان اقدر ادخل مسورة جوه مسورة عندي حاجتين لما عن طريق منجلة وعندي هنا الزرجينة بس هنا باستخدم طقم توسيع او عن طريق لانا باستخدم مصمار التوسيع وبحطه هنا في المنجلة وببتدي اعمل عملية التوسيع بعد كده قبل باعمل عايز اعمل عملية لحام فباعمل خفص للمسورة طبعا عن طريق الزرادية اللي احنا شايفينها دي واستخدم لخفص الموسير النحاس عجل التضييج زي تبكرات دليل او زرارة دي دي كبس زرادية كبس زي ما احنا شايفين بالطريقة دي طبعا فيه طرق توصيل المواصلة بعضها اللي انا ممكن اعمل عملية توصيع وابدأ احط مصورة داخل مصورة وابدأ اعمل عملية لحام الطريقة التانية اللي انا بعمل عن طريق وصلات الفلير باستخدام آلة الفلير بابدأ اعمل شفة فلير بزاوية 45 درجة عن طريق المنجلة والزرجينة زي ما احنا شايفين وابدأ اعمل وابدأ اعمل عملية رباط والكلام ده كله بنشوفه في جهاز التكيف عملية رباط عن طريق الفلير بعد كده وصلات اللحام الكلام ده بيتم لو انا عامل خفص للمصورة او عامل توصيع للمصورة بدخل مصورة جوا مصورة فبتبتدي اعمل عملية اللحام عندي هنا عندي مواصير ومحتاج لنا اخزينها طب ايه هي بقى قواعد تخزين المواصير عندي اول حاجة بعمل تطبيب لنهاية المواصير عشان ما يخشش فيها اي اطراب او اي ملوسات جوا المصورة بعد كده تغليف الاسطح الخارجية للمواصير لحاملتها من العامل الجوية حفظ المواصير في مكان بعيد عن التعرض للصدمات عدم رمي المواصير على الارض عدم رمي المواصير على الزملة يجب ان يكون مكان حفظ المواصير نظيفا وجفا دي بالنسبة لكواعد تخزين المواصير عندي بقى موضوع مهم جدا وهي العلاقة بين الكسافة والكتلة والحجم نبص مع بعض كده في البداية الكسافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة وتقاس بوحدة الكيلو جرام لكل متر مكعب الكتلة هي مجدار ميح تويت جسمي من المادة وتقاس بوحدة الكيلو جرام الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم هو يقاس بوحدة المتر الكسافة بيساوي الكتلة على الحجم الكتلة زي ما احنا عارفين بتتقاس بالكيلو جرام الحجم بيتقاس بالمتر مكعب وبالتالي لما رجاء قول الكسافة عندي بيساوي الكتلة على الحجم يعني بيساوي الكيلو جرام على المتر مكعب الكلام دوت عايزين نعمل عليه تجربة ونجيب كتلة مصورة نبص كده على التجربة ديت بقول لي إيه؟ لتحديد كتلة حديد أو نحاس أو ألموني باستخدام مصورة من الحديد أو نحاس أو الألمونيوم معلوم كسفته يعني أنا بيديني الكسافة يقول لي كسفت الحديد مثلا كذا كسفت النحاس كذا كسفت الألموني بيقول لي كتر الداخلي بتاعها كذا وكتر الخارجي كذا كويس جدا عندنا الكسفات زي موجودة قدامي كسفت الحديد 7.87% جرام لكل سنتيمتر مكعب وهكذا النحاس والألموني طيب المطلوب عايز حدد الكتلة الغرض من التجربة تحديد كتلة مصورة من الحديد أو النحاس أو الألمونيوم معلوم كسفته أخدنا الكسافة وعنده كتر الداخلي وكتر الخارجي طيب نعمل إيه؟ إحنا قلنا إن الكسافة بيساوي الكتلة على الحجم وبالتالي لما أجأ أحتاج الكتلة يبقى أضرب الكسافة في الحجم طيب أنا من الكسافة أنا من الدهالك كويس جدا ومديك أبعاد الكتر الداخلي وكتر الخارجي عن طريق قانون بستخدمه بجيب الحجم وأنا عندي الكسافة بضرب الحجم في الكسافة يديني الكتلة القانون المستخدم بقى لعشان أقدر أجيب بيه الحجم أهو قدامي الحجم زي ما إحنا عارفين الحجم بالمتر مكعب بضرب المساحة في الطول المساحة متر مربع والطول عندي متر متر مربع في المتر يديني متر مكعب طيب المساحة المسورة بقى بيساوي إيه؟ باي على أربعة في دي واحد تربيع نقص دي اتنين تربيع دي واحد اللي هو الكتر الخارجي أما دي اتنين اللي هو الكتر الداخلي أعوض في القانون ده أقدر أجيب الحجم وأنا عندي هنا الكسافة أضرب الاتنين في بعض أجيب على طول الكتلة موضوع بسيط جدا ومفيش أي حاجة القانون سهل كتلة على الحجم يديني الكسافة محتاج الكتلة بضرب الكسافة في الحجم طول الأنبوبة من الدهاني هنا بقولي 50 سنط الطول ده 50 سنط دي واحد الكتر الداخلي ودي اتنين الكتر الخارجي بالنسبة للحديد اللي هو الكسافة بتاعته 87% جرام لكل سنط مكعب اللي هو موجود قدامه محتاجة أجيب الكتلة طب أجيب الحجم الأول الحجم بيسوي إيه الحجم بيسوي المساحة في الطول زي ما قلنا المساحة بيسوي إيه باي على 4 دي تربيع بس أنا عندي هنا بقى كتر داخلي وخارجي هيبقى دي اتنين تربيع اللي هو كتر خارجي ناقص دي واحد تربيع اللي هو كتر الداخلي وبالتالي أنا كده أجيبت المساحة لما أضربها في الطول هاديني الحجم سنتيمتر مكعب طب إنت ليه ما كتبتش متر مكعب نبص كده مع بعض هو الكتر من دولي بإيه بالسنتي بالسنتي والطول 50 سنتي وبالتالي أنا أضرب سنتي في سنتي في سنتي وبدالي يديني سنتيمتر مكعب 12 واحد من 10 طب كواس جدا نكمل مع بعض بقى أنت كده حلتها خلاص اللي إنت هجيب بعد كده الكتلة بضرب الكسافة في الحجم الكسافة أنا مدها لك اللي هي 7 و 87 من مية والحجم إنت لسه جايبوا دلوقتهم بعوطوا القانون اللي هو 12 و 1 من 10 بضرب ده في ده يديني 95 و 2 من 10 طب إنت كتبت الجرام ليه طب هي مش الكتلة بالكيلو جرام الكتلة بالكيلو جرام أو بالجرام على حسب أنت هنا مديني الكسافة إيه 7 و 87 جرام جرام لكل سنتيمتر مكعب وبالتالي لما أجي أضرب في سنتيمتر مكعب هيديني إيه جرام موضوع بسيط مفوش أي حاجة بكده أكون أنا خلصت المخرج الأولاني موضوع بسيط جدا ومفوش أي حاجة صغير نجي بقى نخش على المخرج التاني وهو مهم جدا تشكيل المواسير بأنواحها المختلفة هندرس إيه بقى هندرس خمس نقاط أول حاجة هاخد هنا أنواع الحرارة تاني حاجة العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة تالت حاجة طرق انتقال الحرارة توصيل حمل إشعاع بعد كده رابع حاجة العمليات الخاصة بمواصيل التبريد إيه هي العمليات اللي أنا بعملها على مواصيل التبريد بعمل عمليات قطع أعمل توصية فلير سني خفص خمس حاجة تمرين نحاس لأنا بعمل بقى تمرين بلخص الموضوع ده كله وبعمل تمرين وبعمل عليه العمليات دي كلها القطع والتوسيع والفلير والسني والخفص تمام نيجي في البداية ناخد لإيه الحرارة وطرق انتقال حرارة موضوع مهم جدا الحرارة زي ما احنا عارفينها واخدناها من الابتداء هي أحدى صور الطاقة التي لا تفنى ولا تخلك من عدد تنتقل الحرارة بالتسخين أو التبريد من المنظومة والوسط المحيط بها نتيجة إيه؟ لازم يبقى فيه فرق درجات حرارة نتيجة فرق درجات الحرارة داخل المنظومة وخارجها يرمز بالحرارة كيو وحدتها جول أو كيلو جول علما الحرارة المطروضة من المنظومة لما أنا بطرد حرارة من المنظومة الإشارة بتطلع لي بالسالب دي معناها الحرارة المطروضة زي اللي بيحصل في المكسف أو كوندينسل كوندينسل اللي بيحصل بيتم ترضي إيه؟ حرارة يبقى بالتالي بتطلع لي إيه؟ بالسالب بينما الحرارة المضافة للمنظومة زي اللي بتحصل في الإيفابريت اللي هو المبخر بتكون إيه؟ مجابة لها مضافة مثل الحرارة المكتسبة فين؟ في المبخر نيجي بعد كده والحرارة إما تكون حرارة محسوسة أو حرارة كامنة ده موضوع مهم جدا بقى إيه بقى الحرارة المحسوسة؟ وإيه هي الحرارة الكامنة؟ الحرارة المحسوسة عبارة عن إيه؟ بيحدث تغيير في حالة أو في حرارة المادة ولا يحدث تغيير في حالة المادة مع بعض كده موضوع الحرارة المحصوصة والحرارة كاملة مهم جدا الاتنين قربين من بعض بس مختلفين تماما انا عندي هنا الحرارة المحصوصة احنا عارفين لأول حالة المادة عندي ممكن تبقى حالة صلبة حالة سائلة حالة غزائية زي الموية بس ممكن تبقى في حالة صلبة اللي هي لو تلج ممكن تبقى في حالة سائلة اللي هي المية العادية اللي هم نشرب وممكن تبقى في صورة بخار لما بغليها وبتتحول ليه؟ لمخار يبقى عندي تلس صور للمد صلب وسائل وخاس طب كويس بقى طبعا لما باجي لو عندي حتة تلجة وباجي أرفع درجة حارتها بتتحول من صورة لصورة بتتحول من سائل أو بتتحول من حالة صلبة للحالة السائلة ولو استمرت في رفع درجة الحرارة بتتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية طبعا ده لما بديها حرارة بديها حرارة طب ساعت ممكن الحرارة دي تبقى محسوسة وممكن تبقى كاملة امتى بقى تبقى حرارة محسوسة وامتى تبقى حرارة كاملة ده بقى صلب الموضوع اللي احنا عين نقطة لها هم نتكلم عليها الحرارة المحسوسة اللي هي رفع أو خفض درجة الحرارة ولكن حالة المادة سابتة زي ما هي معايا يبقى الحرارة المحسوسة رفع أو خفض درجة الحرارة ولكن حالة المادة زي ما هي مثلا لو عندي حتة التلج احنا عارفين التلج بيزوب عند درجة حرارة عند السفر يبدأ يتحول من صورة بصورة مثلا لو هي مثلا عند سالب 20 وانا عمل ارفع درجة حرارة لحد ما وصلتها للسفر هي لسه حالة صلبة دي اسمها حرارة إيه اللي خدتها؟ حرارة محسوسة رفع درجة الحرارة ولكن حالة المادة زي ما هي حالة صلبة طيب نيجي بقى عند السفر بيحدث التغيير لو انا اديتها درجة حرارة استمرت في رفع درجة الحرارة هتبتدي تتحول من صورة لصورة هتتحول من الحالة الصلبة للحالة السئلة والكلام ده ايه؟ ده لسه عند السفر دي اسمها الحرارة كاملة يعني لو وصلتها عند السفر وبديها حرارة دي اسمها حرارة كاملة درجة الحرارة سابتة ولكن بتتحول من صورة لصورة بتحول من الحالة الصلبة للحالة السئلة وإحنا كده عرفنا الحرارة كاملة والحرارة المحسوسة الحرارة المحسوسة زي ما قلن رفع درجة الحرارة حالة المادة لسه زي ما هي ولكن برفع درجة الحرارة وقال لها وصلت لحد السفر اديت حرارة الحرارة اللي هي مدهلة دي حرارة كم حرارة كم حرارة بس حرارة درجة الحرارة سابتة بس حالة المادة بتتغير من صورة لصورة من صلب مثلا لساء تمام وصلت الحد ليه السفر هرفع درجة الحرارة بقت مية اتحولت من الحالة الصلبة لحالة سلم هرفع درجة الحرارة الحرارة اللي هيت تخدها دلوقتي دي حرارة محسوسة حرارة محسوسة بدلنا استمر في رفع درجة الحرارة حرارة محسوسة ايه لحد ما وصل للمية احنا عارفين ان المية بتغلي عند ايه 100 درجة مقاوية او ما وصلها عند المية دي كلها حرارة محسوسة خديتها رفع درجة الحرارة حالة المادة زي ما هي سائلة سائلة لحد ما وصل للمية بعد ما وصل للمية وبديها حرارة درجة الحرارة بتبقى ثابتة تبدأ تتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية يبادي عندنا الحرارة محسوسة والحرارة الكاملة عشان ما نطلق بطش فيها يبقى نيجي نتكلم مع بعض الحرارة المحصوصة بيحدث تغير في حرارة المادة ولا يحدث تغيير في حالة المادة الحالة المادة زي ما هي تغيير درجة حرارة المادة نتيجة إضافة أو صحب كمية حرارة طب إيه هو القانون المستخدم في الموضوع ده الكيو بالساوي الام دوت سي بي دلتا تي نبتدي بقى إيه القانون اللي احنا وغدينه الجديد ده الكيو اللي هي كمية الحرارة وبيتم مقياسها بوحدة الواط الواط دوت عالم حتى لما نيجي نكتب الواط نكتب الواط ديت الو دي نكتبها الو لده اسمه عالم عالم اسمه واط يبقى كمية الحرارة المحصوصة اسمها كيو بعد كده الام دوت معدل سريان المائع معدل سريان المائع م دوت مدام قلت دوت هنا يبقى معدل هيبقى عندي هنا بتتقاس بكيلو جرام على الثاني بعد كده السي بي اللي هي الحرارة النوعية بسبوط الضغط تي تنين نقص تي واحد اللي هي فرق درجات الحرارة كويس جدا خلي بالك هنا الام دوت لو انا عوضت بيها بالكيلو جرام على الثانية تطلع للوحدة هنا بالوقت طب هنا لو اعوضت بيها بالكيلو جرام بس تطلع لنا الوحدة بالجول او بالكيلو جول الحرارة كامنا قلنا الحرارة محصوصة بقى نخش على الحرارة كامنا يحدث تغيير في حالة المد من صورة لصورة ولكن درجة الحرارة عندي سبت زي هنا مثلا زي ما احنا دينا المثلا من شوية دي مثلا مي في صولة صلبة تبقى درجة الحرارة مثلا سلبة 40 لحد السفر دي حرارة محصوصة حرارة ايه؟ عند السفر بتاخد حرارة كامنا حرارة كامنا بتتحول فيها من حالة لحالة من صلب لسائل لما توصل عند السائل باب دي دي ارفع درجة حرارة بتاخد حرارة محصوصة لحد ما اوصل للمية عند المية بيبتدي الغلايان بتتحول من صورة لصورة الحرارة بتاخدها دي حرارة كامنا حرارة كامنا بعد كده بتتحول لمهارة طيب نيجي نبص مع بعض الحرارة محصوصة عرفناها والحرارة كامنة عرفناها طيب الحرارة كامنة عندي منها أمثلتها في حاجة اسمها الحرارة كامنة للانسهار دي بعض التعريفات بقى اللي احنا ممكن نسئل فيها الحرارة كامنة للتبخر الحرارة كامنة للتجميد الحرارة كامنة للتكسيف كلام كويس جدا ايه بقى الحرارة كامنة للانسهار بعرفها بقول هي كمية الحرارة التي يتم إضافتها لتحويل المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة مع سبات درجة الحرارة نيجي بعد كده الحرارة كاملة للتبخر هي كمية الحرارة اللي بيتم إيبقى إزالتها اللي بيتم إزالت من المادة السائلة تحويلها من الحالة الصلبة مع سبات درجة حرارة الحرارة كاملة للتجميد هي كمية الحرارة يتم إضافتها لتحويل المادة من سائل إلى غاز مع سبات درجة الحرارة الحرارة قامنا للتكسف هي كمية الحرارة التي يتم إزالتها من المادة لتحولها من غاز إلى سئل مع سبات درجة الحرارة والكلام ده اللي بيتم في الكوندمسر طيب إيه هي العوامل التي تتوقف عليها كمية الحرارة ده سؤال ممكن يعني موجود كتير أسألك إيه هي العوامل التي تتوقف عليها كمية الحرارة كتلة الجسم فرق دراجات الحرارة نوع المادة أو الجسم أو ما يطلق عليها الحرارة النوعية بسببت الضغط القانون الكيو بساوي الام في السي بي دلتا تي زي ما قلت لك الام لو بالكيلو جرام تطلع للوحدة هنا بالجول أو بالكيلو جول ولو هنا عند كيلو جرام على الصينية تطلع للهنا الوحدة بالواط الام سي بي دلتا تي خلي بنا هنا بقى العلاقة بين الام والكيو هي علاقة علاقة ايه؟ ده علاقة طردية طردية مع كتلة الجسم يعني كل ما زادت كتلة الجسم كل ما زادت كمية الحرارة طيب الفرق دراجات الحرارة التدائية اللي هي تي واحد والنهائية تي اتنين علاقة برضو هي علاقة طردية زيادة الفرق ده بيزود لي كمية الحرارة الحرارة النوعية بسبوط الضغط وهي بتقاس بكيلو جول لكل كيلو جرام كيلفين الحرارة النوعية بسبوط الضغط باجعرفها هي كمية الحرارة اللازمة لرفع أو خفض درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة حرارة واحدة فقط الواحدة بتاعتها ولازم نكون احنا فاهمين الكلام ده خالص وحدتها كيلو جول لكل كيلو جرام كيلفين ناخد بقى سؤال بيجي يقول لي احسب كمية الحرارة الرزمة لرفع درجة الحرارة 1 كيلو جرام من الماء من 5 إلى 25 درجة مقوية إذا علمت أن الحرارة النوعية للماء أجاب لك الحرارة النوعية على طولها 487 من 1000 كيلو جول كل كيلو جرام كيلو أول حاجة بعملها لما بيجي لي مثال ببدأ حط الداتة بتاعتي المعطيات اللي عندي في المسألة عندي هنا أول حاجة الام اللي هي كتلة أهم حاجة لازم في المسألة أترجم المسألة صح عشان أبدأ أحل عندي هنا الكتلة 1 كيلو جرام 1 كيلو جرام بعد كده قال لك من 5 إلى 25 دي إيه دي درجة الحرارة 1 و 2 دي 2 يبقى 25 و 5 عندي هنا أخر حاجة قال للحرارة النوعية بثبوت الضغط 4 و 107 من 1000 كيلو جول لكيلو كيلو جرام وأنا عارف دي يدي الكمية دي بتاعتين مية على طول يعني لو جات المية بحط الكمية دي على طول سلوشن اللي هو الحل أبدأ حل في البداية أنا عارف القانون القانون بقول لي إيه الكيو بساوي الام سي بي دلتا تي طبعا خلاص مادم أنا كاتب القانون وكاتب الداتا بتاعتي مجرد تعويض مباشرة على طول ما فيوش أي حاجة الام بشالها و بحط الكمية بتاعتي واحد مدهلي السي بي بحط الكمية بتاعتها تي 2 نقص واحد أو تي كبير نقص صغير درجة الحرارة كبيرة 25 ناقص 5 لما بيجع عوض أضرب ده في ده في ده تليع لي 83 كيلو جول طيب هي كيو مش أنت قلتلي مرة تطلع لي بالواط ومرة تطلع لي بالجول أقول لك أنا لو الام بالكيلو جرام تطلع لي هنا بالجول أو بالكيلو جول لو الام بالكيلو جرام على الثانية تطلع لي هنا بالواط على طول تمام ناخد مثال تاني احسب كمية الحرارة المزالة لتبريد 18 كيلو جرام من المي طبعا دي كتلة أكتب الام بيسوي 18 كيلو جرام على طول من درجة حرارة من كذا لكذا تي 1 29 لتي 2 3 والحرارة النوعية مدهلك على طول عشان ما نحفظهاش 487 من ألف نحل القانون Q MCB دلتا تي الام 18 السي بي قامتها موجودة تي 2 و تي 1 موجودين أعود تعاود مباشر أطلع على طول نخلي بأن الام بالكيلو جرام تطلع للوحد هنا بالكيلو جول لأنه عندي هنا الحرارة النوعية بالكيلو جول لكل كيلو جرام نبص كده مع بعض لو أنا حطيت هنا كيلو جول لكل كيلو جرام الكيلو جرام هيروح مع كيلو جرام والكيلفين هيروح مع كيلفين وبتالي هتبقى لي هنا الكيلو جرام بس يعني أنا لو مش عارف الوحدة تطلع لي إيه أكتب الوحدات بتعطي القانون بتاعتي وبتدع عوض فيها هيطلع لي الوحدة إنها إيه طرق انتقال الحرارة طرق انتقال الحرارة ده بقى موضوع مهم جدا محتاجين لإحنا نعمل أزبط عليه ونفهمه كويس طرق انتقال الحرارة دي مادة لوحدها مادة كبيرة طرق انتقال الحرارة عندي تلات طرق لانتقال الحرارة أول حاجة انتقال الحرارة بالحمل اللي هو by convection عن انتقال الحرارة بالتوصيل اللي هو by conduction وبعد كده آخر حاجة انتقال الحرارة بالإشعاع اللي هو radiation طيب إيه الفرق بين انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل والإشعاع موضوع ده محتاجين نحن نفهمه كويس جدا عشان الموضوع بالنسبة لنا يبقى سهل طب أديك مثال يجمع الثلاثة دول بس قبل ما ادي مثال هو انتقال الحرارة إحنا بندرسه ليه أو إيه أهميته زي ما قلت موضوع التبريد والتكييف مبني على انتقال الحرارة أساسي هي انتقال الحرارة أنا مثلا عندي evaporator وعندي condenser بيحصل هنا عملية تبريد بيحصل هنا عملية في محتاج لنا برد ال condenser فمحتاج انتقال الحرارة أبرد صح؟ زي ما نسلا أنا عملت كبات شاي لو أنا حطتها قدامي محتاج لنا أشربها بسرعة فمحاول أبردها لو أنا حطت عليها أي حاجة هوت عليها هيحصل انتقال الحرارة أكتر فهتبرد ده مثال بسيط إحنا عايزين حاجة بقى إيه؟ يجمع للتلات طرق الانتقال الحرارة أعزفها من المثال ده هقول لها كلا لو أنا جاب إناء إناء وحطوا على نار وشغلت النار بعد فترة هلاقي المية اللي جوة اللي أنا حطتها في الإناء المية دي سخنت تعالي سخنت ليه؟ حصل حاجة اسمها انتقال الحرارة هي الترانسفير بس بالتلات طرق Confection Conduction وراديش انتقال الحرارة بالحمل وانتقال الحرارة بالتوصيل وانتقال حرارة بالإشعاع طب بقى نفهم بقى التلات طرق دول فين؟ في المثال اللي احنا بنتكلم عليه أنا عندي انتقال حرارة من النار للسطح الخارجي للإناء ده انتقال حرارة بالإشعاع يبقى انتقال حرارة بالإشعاع زي النار زي أشعة الشمس زي اللندا لو انت حتيت ايدك جنب اللندا هتلاقي اللندا فيه سخونة فيه حصل انتقال حرارة من اللندا للهوى اللي حوليها ده انتقال حرارة بالاشعاع اشعاع الشمس للارض انتقال حرارة بعد فتر لو انت ماشي في جو وكان فيه شمس مشمس بتلاقي ان ارتفاع درجة حرارة الهوى ايه اللي حصل الهوى سخن ليه بانتقال الحرارة بالاشعاع اللي حصل من اشعاع الشمس النار ده بقى المسال اللي حم نتكلم عليه اللي هو الاناق يبقى الإشعاع مثلا عند الشمس اللمبة عند النار طب حصل انتقال حرارة من النار للسطح الخارجي للإناء اسمه انتقال حرارة بإيه؟ بالإشعاع ماشي؟ السطح الخارجي للإناء سيخ صح؟ حصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي للإناء انتقال الحرارة ده اسمه انتقال حرارة إيه؟ بالتوصيل انتقال حرارة بالتوصيل يبقى وصل الحرارة من السطح الخارجي للسطح اللي ايه؟ الدخلي من السطح الدخلي للمية اللي موجودة جوه حصل انتقال حرارة اسمه ايه؟ انتقال حرارة بالحم باي كونفكشن باي كونفكشن هي الترانسفير باي كونفكشن انتقال حرارة بالحم يبقى عندنا الانتقال حرارة حصل من النار للمية بالتلات طرق بالاشعاع بالتوصيل بالحم بديش كوندكشن كونفكشن كويس جدا مثال فيه مثال قريب منه في التبريد سامحنا عارفين من داير التبريد وإحنا وحدة تشكيل المواصير ليه بندرس حرارة اللي هي خاصة بالمواصير إزاي؟ زي ما قلت في بداية الحلقة أنا عندي الداير التبريد الأساسية عبارة عن أربع أجزاء كومبريسور كونتنسر اكسامانشان فالف او ضاغط مكسف أداة انتشار مبخرة اللي بيربط الأربعة ضل ببعض أحمي كانوا دايرتنيologistsملكل أساسية اللي بيربط الأربعة ضل ببعض موسير التبريد بيمشي فيها إيه؟ فريون الفريون إلي بيمشي جوا الموسير بيتحول حالته من صورة لصورة مرة في مطاق بقى بارد ومرة في مطاق يقى بقى ساخن بلاقي جوا الإفوبريتور أو المبخر بلاقي بارد بلاقي جوا الكوندنسر أو المكسب بلاقي ساخن حالته بتتغير من بخار لسائل ومن سائل لبخار بيحصل انتقال حرارة هو اللي بيخليه بيحصل فيه كده انتقال حرارة الحتة بقى اللي احنا بنتكلم فيه طيب هنفترض انه مركب تبريد ناشي جوه مواسير هنفترض انه مواسير ذات مواسير الافوبوريتور يعني مواسير المفروض يمركب تبريد درجة حرارته منخفضة اللي بيحصل بيبرد السطح الداخلي للمصور صح كده يحصل انتقال حرارة طب ايه هو وصل الاول في البداية الفريون برد السطح الداخلي هو برده ده كان انتقال حرارة انتقال حرارة بايه conviction هو انتقال حرارة بالحم خلاص يبقى السطح الداخلي وصل له الحرارة برد هيحصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي او السطح الداخلي للسطح الخارجي السمك بتاع المصورة ده السمك بتاع المصورة حصل فيه انتقال حرارة ده اسمه انتقال حرارة بالتوصيل من السطح الداخلي للسطح الخريج كويس جدا يبقى وصلت البرودة من مركب التبريد لحد السطح الخريجي برد بهم جاب مروحة ودفع هوا على مواسير دا لو عملت كده ايه اللي بيحصل هتلاقي الهوا اللي حوالين المواسير دا برد هي بقى دي نظرية التبريد او اللي عملية التكيف مواسير برده بطبع عليها هوا بيجي لهوا برد بس نخلي بنا الهوا دا برد جي ازاي و جي منين عن طريق مركب التبريد بس باتصال غير مباشر الاتصال غير مباشر حصل كم انتقال حرارة اتنين حصل انتقال حرارة بالحمل من مركب التبريد للسطح الداخلي وبالتوصيل من السطح الداخلي للسطح الخارجي وبالحمل من السطح الخارجي للهوا المحيط بي تمام؟ يبا احنا كده عرفنا وفهمنا انتقال حرارة وصور انتقال الحرارة تعال مع بعض بقى نشوف الكلام ده طرق انتقال الحرارة بتلت طرق حمل توصيل إشعاع كونفكشن كونداكشن راديشن زي ما احنا جيبنا المثال ولسه قايله من شوية عند هنا من النار لسطح الخارجي للإناء اللي في مية ده حصل انتقال الحرارة بالإشعاع ماشي السطح الخارجي ده سخن فوصل السخنية للسطح الداخلي ومن السطح الداخلي وصل السخنية للمية يبقى انتقال الحرارة هنا بالإشعاع وبعد كده انتقال الحرارة بالتوصيل خلال السطح وبعد كده بالحمل من السطح الداخلي للمية كويس جدا نيجي بقى نمسك انتقال حرارة بالحمل انتقال حرارة بالحمل نخليك معايا بقى في منه نوعين في منه انتقال حرارة free convection و first convection في انتقال حرارة بالحمل الطبيعي وانتقال حرارة بالحمل الجبري ده موضوع مهم جدا طب امتى اقول عليه او انتقال حرارة بالحمل الطبيعي او بالجبري اديك مثال مثال بسيط خالص لو انا عندي سطح انا مسخنه سطح ساخن وسبته في الهواء شوية ايه اللي يحصل هيبرد بس بعد فترة طب انا اللي عايزه يبرد بسرعة بعمل ايه بحطه قدامه مروحة مروحة دي بتدفع هوا على السطح وبالتالي السطح ده بيسخن يبعرفنا دلوقتي انتقال حرارة بالحمل الطبيعي الجبري الجبري اللي هو فيه كوة محركة زي فان او مروحة اما بالحمل الطبيعي نتيجة تغير كسافة الهواء ازاي زي ما قلت لو عندي سطح والسطح ده تساخن ايه اللي هيحصل اللي هيحصل اللي هيحصل انتقال حرارة بينه بين السطح والهواء المحيط بيه تمام صح الهواء اللي هيحصله الهواء هيسخن طب خلي بالك كسفت الهواء لما الهواء يسخن كسفته اللي هيحصله كسفته هتقل كسفته هتقل هيطلع لفوق وهينزل مكانه الهواء البارد تبعا للكسافة هينزل الهواء البارد هيحصله ايه هيلامس السطح هيسخن هيخف يعني بالعرب جدا هيخف هيطلع لفوق هينزل مكانه هواء بارد وهكذا انتقال الحرارة نتيجة تغير كسافة المائع اللي هو الايه الهواء اما بقى لو عايز انا تسخين بسرعة بحط قوة محركة ده اسمه بقى انتقال الحرارة بالحمل بس الجابري اللي هو فورس الكونفكشن بحط فهنا تمدفع الهواء كتير على السطح ده فالسطح ده السطح ده اللي يحصل له بيبرد بسرعة زي مثلا لو انا عامي مثلا اي حاجة سخنة مية سخنة وعاوز ابردها لو انا عدت اهو فيها او حطيته قدام مروحة ايه اللي بيحصل لها بتبرد بسرعة بتبرد ايه بسرعة ده اسمه انتقال الحرارة بالحمل بس ايه الجابري قبل حمل الطبيعي بيبقى نتيجة تغير كسافة الماء يبقى انتقال الحرارة بالحمل خدنا منه اتنين حمل طبيعي وحمل جابري فريو كونفكشن وفورس الكونفكشن نكمل مع بعض انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي الطبيعي لا يوجد به اي وسيلة لتحريك الهو ولكن بيعتمد على حدوث تغير في كسافة الماء كسافة الماء لما بتتغير بيتم حركة الهو فوقه تحت الهوى طبعا البارد بيبقى تقيل بينزل لتحت الهوى الساخن بيطلع لفوق تغير الكسافة في بيحول فيخليني بيحصل انتقال الحرارة ايه كتير طب ايه هو القانون المستخدم في انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي قانون سهل جدا وبسيط الكيو بيساوي اله في الايه في الدلتا اس نقص تي ايه ايه بقى الكلام ده الكيو اللي هي كمية الحرارة الكيو اللي هي كمية الحرارة اما بالنسبة لله ده معامل انتقال الحرارة بالحمل وحده طوات لكل متر مربع درجة مقوية مضروف في ايه مضروف في المساحة مساحة السطح المعرضة لانتقال الحرارة مضروف في ايه؟ فرق درجة الحرارة بين السطح وبين الايه؟ الماء اشي احنا قلنا انتقال الحرارة بالحمل بيتم بين سطح ومائع ممكن الماء ده ممكن يبقى هوى ممكن يبقى مية ممكن يبقى فريون اي مائع انتقال الحرارة بالحمل القصر بقى اللي هو فورس الكونفكشن لنا بحط فان زي ما انا عامل فان اه وبدفع الهوى على السطح فبيحصل تبادل حراري اسرع وبيحصل كمية انتقال حرارة كبيرة في وقت ايه؟ اقل ايه القانون المستخدم في الموضوع ده؟ الكيو بساوي الـ H في الـ A دلتا T ناصلت دلتا T عمتل نقل T S ناصلت T S لدي T surface اللي هي درجة حرارة السطح اما T A لدي T ambient اللي هي درجة حرارة المحيط زي مقلت لك المحيط ده ممكن يبقى فليود ممكن يبقى هوا وممكن يبقى مية وممكن يبقى فريون اي مقع يبقى عندي هنا زي ما قلت كيو بساوي الـ H في الـ A في الدلتا T الدلتا T انت بطبع بفرق درجات الحرارة بين السطح والـ A المقع طبعا في عندي هنا لو انا قلت لك قواط لكل متر مربع يبقى انا بتكلم على معدل انتقال حراب الحم اللي هو بيساوي كيو كابتل على الـ A يديني A قواط لكل متر مربع القانون هو Q H في الـ A لو انا وديت الـ A الناحية التانية زي ما انت شايف كده يبقى كيو على الـ A يبقى عندك يو سمو اللي هو معدل انتقال حرارة بيساوي الـ H في الدلتا T طبعا ده جدول بيقول لي معامل انتقال حرارة بالحمل لبعض الحاجات يعني مثلا زي الهوى ده انتقال حرارة بتاعه بقد ايه ممكن يجيب لي المية بقد ايه طبعا الكلام احنا في الشغل بتاعنا بقدكوا الكيمة ديها على طول ما دخلكش جو جدول اما في الـ Advanced اما بعد كده لما تيجي بقى تتعمك في انتقال حرارة لا الموضوع بيختلف خالص طب نيجي ناخد مثال مع بعض مثال بسيط خالص ما فيوش اي حاجة جدار ساخن مساحته تلاتة متر مربع اول حاجة جماعة لما اجي الشغل في المسألة اطلع الداتة بتاعته على طول ايه هي المعطيات قبل ما ابدأ احل افرد انا مش حافظ القانون ابدأ اول حاجة عملة اطلع الداتة بتاعته عشان اعرف ايه القانون اللي انا هستخدمه يبقى عندي الداتة عندي اول حاجة المساحة تلاتة متر مربع درجة حرارته تسعين درجة مقوية يمر بالجواره هو الهواء بقى اللي بيمر الهواره ايه تلاتين درجة مقوية يبقى درجة حرارة تي اس درجة حرارة السطح تسعين وعند هنا درجة حرارة الهواء المحيط بيه تلاتين. اكتب على طول. معامل انتقال الحرارة بالحمل. اللي هو الاتش. ستة وقت لكل متر مربع درجة. طبعا لو انا عارف كيمة او وحدة انتقال الحرارة او معامل انتقال الحرارة بالحمل. موضوع بيبسهل جدا. او ما بشوف الوحدة ديت ببعارف اللي هيدي الاتش على طول. طب ايه هو بقى? او عايز يحسب ايه? معدل انتقال الحرارة من الحائط الى الهو. احسب ليه كمية الايه? الحرارة. بيتسوي ايه? اخدناه. الاتش في الايه? في الدلتة تي. الاتش عندي هنا. اطلح بقى. انقل بقى على طول. بده ما انا ختبت القرون انقل. اشيل الاتش وحطه كمية. كمية كام? ست. المساح. مدهلي على طول. تلات. طب افرق انجاب لي حاقت مساحته او مش جاب لك مساحته بقى. جاب لك طول وكزا وعرض وكزا. المساحة بيسوي ايه? طول في عرض. تمام? خلص نرجع بقى للدلتة تي. فرد درجات الحرارة بين السطح ودرجة حرارة هتبقى السعين ناقص ثلاثين. وبالتالي اقدر اطلع القانون بالف وتمانين واط. لو انا عايز اكي مضيط بالكيلو واط بمقاسم على الف. مثال تاني عشان نوضح الصورة. ازا كان معضل انتقال الحرارة من اللوح معدني واط لكل متر مربع ده الف. واط لكل متر الوحدة دي دي كي يسمول على طول. ابا انا فاهم دي وحدة ايه? درجة حرارة السطح مية وعشرين درجة. درجة حرارة الهوى المحيط عشرين درجة يبقى تي اس. والتي اف او تي ايه? يبقى مية وعشرين وهنا عشرين يبقى دلتة تي عند هنا بمية درجة. احسب ايه? معامل انتقال الحرارة. ده عكس بقى الموضوع. عايز يحسب الاتش. ما انا عند الكيوب يستوي ايه? مش الاتش في الدلتة تي? خلاص ايبا انا عايز الاتش. اعمل ايه? اود الدلتة تي من احط تانية مقصوم. هيبقى كيوب على الدلتة تي. الكيوب كام? هنا انا اجيبها لك هنا بالف. الدلتة تي بمية. هي مية وعشرين نقس عشرين. يديني عشرة واط لكل متر مربع. مثال كمان نفس الكلام ونفس الخطوات مبهاش اي حاجة. اجيب الداتة بتاعتي. اكون انا راجل شاطر واطلع الداتة بتاعتي من المسألة. المساحة خمسين متر مربع. موامل تقاله حراب الحمل. الهواء الاتش. درجة حرارة الهواء الداخلي والخارجي اللي هي الدلتة تي. ايبقى تسعة وتلاتين نقس عشرين. عايز يحسب ايه? كمية الحرارة. اتش في ال ايه دلتة تي. ال ايه? خمسين. الدلتة تي. دي نقس دي. تسعة وتلاتين نقس. اتنين وعشرين. تطلع لي سبعتاشر الف واط. عايزها بكل واط? ايه اسم على الف? هيديني سبعتاشر كيلو واط. انتقال الحرارة بالتوصيل. انتقال الحرارة بالتوصيل. وزي ما اتكلمنا انتقال الحرارة بيتم خلال سمك. يعني انا اديك مثال مسلا انتقال الحرارة بالتوصيل عشان الموضوع يبقى بسيط جدا ويفوش اي حاجة. لو انا عندي غرفة. نحن نتكلم بقى تكييف دلوقتي. عندي غرفة معرضة لاشعة الشمس. الشمس ضربة على حيط. خلاص? بعد فترة بلاقي ان درجة حرارة في الغرفة ارتفعت. جات ازاي? هي الشمس داخل الجوه القضى? لا الكلام ده ما حصلش. حصل انتقال حرارة. اولا هو الشمس سخنت السطح الخارجي. طب وبعدين لما السطح الخارجي عندي سخن. حصل انتقال حرارة بين السطح الخارجي والسطح الداخلي. السمك الحيطة دي حصل فيها انتقال حرارة بالتوصيل. يبقى انتقال حرارة بالتوصيل حصل بين ايه? السطح الخارجي والسطح الايه? الداخلي. السطح الخارجي اللي هو معرض لاشعة الشمس. السطح الداخلي اللي هو معرض للهوة المحيط جوه خلال السمك ده حصل انتقال حرارة بالتوصيل انتقال حرارة بالتوصيل زي ما قلت موضوع بسيط جدا ما فيوش اي حاجة لما انتقال الحرارة لسطح الداخلي حصل انتقال حرارة بين السطح الداخلي والهوى المحيط بالحيط لما انتقال الحرارة سيخن الهوى يبقى انتقال الحرارة من السطح الخارجي للداخلي ومن الداخلي للهوى القانون المستخدم في انتقال حرارة بالتوصيل الكيو بسويه K في الـ A دلتا T على الدلتا X K اللي هو معامل تقال حرارة بالتوصيل الـ A مساحة الحيط لو همش جيبتهي لك مباشر يبقى هجيبلك الطول واجيبلك العرض تضربهم في بعض يجيبت المساحة مضربة في الدلتا T فرق إدراجات الحرارة بين السطح الخارجي وسطح الداخلي خلال الصمك ده الصمك ده هو الـ DLTX يبقى دلتا T على الدلتا X الـ DLTV للحرارة أما دلتا X اللي هو صمك الحاط وإحنا كده النهاردة خدنا حاجات كتير جدا مهمة جدا خلال المواسير خدنا انتقال حرارة موضوع مهم جدا لازم نفهمه كويس انتقال حرارة يعني تابلوتكييف معتمل كله على انتقال حرارة لازم أكون فهم النقطة دي كويس جدا لازم فيه مثال بحب أقوله كده لما باجي أقرب من نهاية الحلقة يعني قوتك بتاخدها من كمية معلوماتك ومعرفتك كلما زادت معرفتك زادت معلوماتك زادت قوتك اتعلم افهم متخدش كل حاجة بالحفظ حاول تتعلم وتتعلم وتتعلم قوتك هزيد هتبتدي تشتغل في مجال السوق العمل هتلاقي وضعك اختلف عن ناس كتير السفات بكل معلومة تاخدها بكده نكون موصلنا لنهاية الحلقة أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أشكركم جدا وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته